اشتركوا في القناة والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الأخطاء الشائعة التي يتم ارتكابها لمنع وقوع الحوادث والتأكد من التزام أصحاب المباني باشتراطات الأمن والسلامة أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني حملة السلامة في سكن العمال وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى العمالة الوافدة طبعا الهدف منها لتغليل نسبة الحوادث والحرق في هذه المساكن كذلك لتوعية الغاطنين بأهم اشتراطات وإجراءات السلامة في المباني والتأكد من أصحاب المباني أنهم ملتزمين بأهم اشتراطات الأمن والسلام من خلال فريق مكتب العلاقات العامة والتوعية توزيع مجموعة من البروشورات والمطويات التوعوية التي تم ترجمتها إلى أربع لغات توعوية كذلك تم توزيع الهدايا من معدات السلامة المختلفة سواء كانت طفاية حريق أو كاشف دخان أو بطانية حريق كهداية تشجيعية لهم الإدارة العامة للدفاع المدني دائما ما تحرص على تطوير الكادر البشري والتحلي بالجاهزية واستخدام التقنيات الحديثة بشكل يسهم في مواجهة التحديات والحد من الحوادث لتحقيق رسالتها النبيلة في حماية الأرواح والممتلكات ترجمة نانسي قنقر شكرا